شنت إيران ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية التي تتمركز في إقليم كردستان العراق المجاور بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة حسب ما أعلنت هذه المجموعات ومسؤولون محليون وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن الحرس الثوري استهدف مجددا أحزابا كردية إيرانية من دون أن يعطي أي حصيدة من جهة ما أكد الحزب الديمقراطية الكردستاني الإيراني وتنظيم كومل القومي الكردي الإيراني أن الضربات استهدفت منشآتهم في هذه المنطقة بشمال العراق أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بتعرض مقار ثلاثة أحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية اشتركوا في القناة